مشاهدين أصعد الله أوقاتكم بكل خير إليكم الأحوال الجوية المتوقعة يومي الجمعة والسبت حيث تستقر الأجواء يومي الجمعة والسبت ويطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة بإذن الله مشاهدين فاصل ونواصل وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن يونيغارد للعزل المائي اعزل صح المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقارية مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط الجوية نلاحظ أن الكتلة الهوائية البارئ نسبيا التي أثرت على المملكة خلال اليومين الماضيين تتحرك باتجاه الشر ويقترب من المملكة كتلة هوائية ذات درجات حرارة أعلى وبالتالي تستقر الأجواء يومي الجمعة والسب ويطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة لكن هذه الليلة هذه الليلة تبقى الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا في احتمالية ضعيفة لسقوط بعض الأمطار في المساء والساعات الأولى من الليل في المناطق الشمالية والشرقية من المملكة درجة الحرارة الصغرى المتوقعة هذه الليلة 10 درجات مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة يوم الجمعة استقرار على الأجواء ارتفاع قليل على درجات الحرارة أجواء لطيفة أثناء النهار لكنها باردة نسبيا ليلا الأضمن المتوقعة 18 والصغرى 12 السبت والأحد ارتفاع آخر على درجات الحرارة تكون درجات الحرارة حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة أجواء لطيفة في النهار باردة نسبيا ليلا الأضمن المتوقعة يومي السبت والأحد عشرين بينما الصغرى بحدود 12-13 درجة مئوية إذن استقرار على الأجواء اعتبارا من يوم الجمعة وتوالي الدرجات الحرارة ارتفاع التدريجي بإذن الله مشاهدينا شكرا لمتابعتكم نترككم في أمان الله المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري